طيب ما شاء الله دنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمل الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة غلطة يعني انت اللي في القلب في عمين قصدي ممكن تكونوا غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هفوة. لاني شايفة شايفة الطاقة كويسة جدا. الطاقة اسرة سعيدة. اه الناس اللي لسه ما طاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام. اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي. انت شايفه حبيب رجوع شخص حبيب يعني بتحبه. شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي فرص جديدة لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عملكه ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي نبتدي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بازن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسا جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انها هفوة. يعني عديها. عديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها انوابة لعمك خالص. لأ. الشريك اه. لأ الشريك بيحبك. ما في المين؟ ما في المين؟ طيب. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاك كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنمية النهاردة للقراءة الخاصة المجموعة. بص يا منا. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسيا صحر قوي قوي. اسلاميلي يا روحي. باذن الله. ميك اف ارتس تزوزو. كلاما فسح قوي. بشكرك يا ام خالد. حاج محمد اسلاميلي بشكرك. باذن الله. باذن الله. باذن الله حبيبتي. كل الخير ان شاء الله لكم. سنجل صارة لو انت سنجل. انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشهر ده. فيه شخص هيظهر. ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل. شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه الكلام الحلو ده. اسلاميلي. طيب. انا نشوفها المجموعة الثانية. بسم الله الرحمن الحين. عندك حيرة جمدة يحمل. حيرة من حاجتين. في حاجتين محيارينة. مش حاجة واحدة. جميل. جميل جدا. طيب. النجم هي طقة ايجابية كويسة. عندك طقة ايجابية مع معقولة جدا. معقولة جدا. مش بطلة خالص. فيها يسا عندك حيرة شوي. انت محتار. مش عارف تقفين. يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك. تعبتك يعني تعبتك بسمانيا حتى انهاكتك. يعني ليه كده. لا عندك حيرة جمدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبزل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا. بديها كله تقطق. انما فيش مردود. يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل. او زي ما انت عايز. مش عارف الموضوع ده عمليا. يعني في حياتك العملية. ولا في حياتك الاسرية. ولا في حياتك العطفية. اللي حتة دي. لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحياة الشهر ده. هي عاملالك انهيار برج. انهيار البرج ده. انهيار ليش بيه بقالك فترة. حينهار. هيبتدي ينهار. يا اما هو ينهاري لوحده. يا اما انت اللي هتهده بيدك. يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه. محدش مقدر اللي انا بعمله. ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا. طب انا مش هعمل حاجة خالص. وهتبطل تدي. وهتبطل تضحي. وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو. انهيار لشيء. زعلان. اهو زعلان متضايق. نستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضوك او يخففوا عنك. انا شايفة ان دي تفريغ شوحنة بقى انا مش عارفة دي خناقة بقى حاطة. يبقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات. اه زي ما تقولوا انا انا شايفة ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرق. الطاقة الجواك او الكلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة. هتطلعه. في الوقت ده. وعشان ترتاح. هتري تمسك قيادة بقى. هتمسك قيادته الامور. ودي افتكر انت هتمسك قيادة حياتك بقى. انت اللي هتمشي حياتك بقى. انا يعني هيبقى فيه تغيير. لا فيه واضح ان هيصل تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا. انت اللي هتاخد الكنترول. وشايفة قدامي حيرة من امر ما. بس افتكر الحيرة دي تخص الحالة المادية. انت عايز تعتمد عن نفسك مادية. لو الناس. اه لو الناس اللي انت. مدى منهم او اللي حصلت المشاكل منهم. دول الناس دي انت مرتفط بيهم مادية. او حياتكم المادية مرتبطة ببعض. هتبتدي تبقى عايز تعتمد عن نفسك مادية. عشان تبقى فيغين عنهم تماما. فيه هنا قدامي كمان. دي انا بقول ايه دي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله. مش مش شرط ان احنا نسايفر يعني ان احنا ما كان. يعني زي ما انا عملت مسلا اديتلي نفسي يوم الجمعة ده خلاص اجازة. عامل فيه انا عايزة بقى. لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة واجازة راحة ترتاح. اه تافق نفسك بحاجة اخرج مع صحابك او اخرج مع صحابك. اه يروح اشتيلي حاجة. كافقي نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة. الناس اللي على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي. الشكل فيه خطوبة. الكاتر ده كمان معناها خطوبة. اه بعدها فيه مغامرة بقى. هفيه احساس بالمغامرة. ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين او لغير المرتبطين. اه افتكر الاجازة اللي انت هتعملها دي هتهديك. يا حمل انت محتاج الموضوع ده انت اسموك حمل لانك انت حمول. بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو بتهد بقى الدنيا. اه تروح هادد المعبد خالص. بس ده من كتر ما انت متشبع بالدساقوينت من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ملاقش تقدير. اه او ملاحة التانية. زي ما قولت لكم الاجازة دي هترفع من روحك المعنوية جدا. تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله نفس القراءة تنطبق على الناس اللي هيصل عندهم قطوبة هيوحسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تنملكوا على الف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو مال مدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجع مفيش منها تقدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاحه يحمل شوية حوله تنام شوية هيقرر انهيار تقريبا حسن انهيار ده انت اللي بتهده بايدك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حالة تانية خالصة زعلانه من غمز في ذاتك افتكر هيتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني صلحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو انت تعتمد عن نفسك مادية اه في خطوبة شايفها للناس اللي في مرحلة التعارف دلوقتي بازم اللي ربنات الملكه على خير بعدها في مرحلة اه يعني تفاقل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين عن الموضوع ده اه انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وحتى عن الصحاب اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع صحابه والموضوع ده بيريحه نفسيا بيز قضيه مع صحابك الصحاب اللي بجاء